السلام عليكم لبنات نتمنى تكونوا بخير وعلى خير وصفة اليوم ان شاء الله هي عبارة عن شنيك بحجم عائلي او شنيك عملاق و المكونات جد جد بسيطة وسهل التحضير تابعوني في هذا الفيديو باش نشوفوا الطريقة والمقادير اللي غدي نحتاجوا لتحضير هذا الشنيك هذا اول حاجة غادي ناخد وحد سلافة غادي نضير فيها معلقة ديال الخميرة الجافة او الخميرة الخاصة بالخبز ومع وحد المالقة صغير معلقة يعني مع مراش ديال السكر وغادي نضيف لها وحد كالصغير ديال حليب الدافئ وغادي نخلي وهاد الخميرة هذي باش تفاعل واندوزه باش نبجده المقادير التالية اذا بسم الله في واحد الإناء غادي ناخد بيضة واحدة اللي غادي نضيف لها وحد ربع ليتر من الحليب الدافئ ثلاثة ديال معلقة ديال السكر نضيف لها عندي هنا التمر اللي قطعته خطة صغيرة اللي ما عندوش تمر يمكن اعتعودها بالزبيب منسوش كذلك نصف ملعقة ديال الملح يعني رأس ملعقة ماشي نصف نصف كأس من الزيت النباتية غا نحتاجه كذلك ساشي او كيس ديال الفانيلا غادي نحاوله نمزه هذ المقونات هذي باش نتساجم مع بعضياتها ثم غادي نضيف الخميرة كما شاهدوا هيا تفعلت ثم غادي نصف ثم غادي نصف عنده نصف الزلفة من دقيق او ما يعادي لتقريبا 1-300 جرام ديال الدقيق وكيبقى على حسب النوعية باش ما غاديش تجينا يعني شنك دينا ما غاديش يجينا جاري بزاف يعني غاديش يكون شد فراسو يعني تقريبا من 250 جرام حتى 300 جرام كيبقى دائما نجمد لكم على حسب النوعية ديال الدقيق بعد ما خلطنا هاد المكونات كلها ننسيت بانا نجلت لكم ضيف واحد الكيس ديال الخامير ديال الحلويات غادي ناخد يعني الخالط ديالي غادي نخوف واحد المول لي فرشته بورق الطبخ بالنسبة للقطر ديال المقلات اللي استعملتها تقريبا واحد خمسة وعشرين سنتيمتر يعني حجم ديالها كبير وكنحاول انقاد الخالط ديالي بشكل متساوي فوق المول ديالي مهم فهد الأثناء غادي نخلي يعني العجين ديالي يرتاح جوية بما انه فيه الخامير وغادي ندوسه باش نغادي نحضره الكريمة اللي غادي نزوقه بها هاد شنيك هذا غادي ناخده اول حاجة غادي ناخده بيضة واحدة اللي غادي نضيف لها واحد الملعقة ديال الطحين وغادي نضيف لها كذلك ملعقة من النشا وجوج ديال المعالق ديال السكر غادي نخلط هاد المكونات هذي حتى تندمج مع بعضياتها وغادي ناخد واحدة كسرول اللي غادي نضير فيها واحد كأس كبير ديال الحاليب اللي غادي نضيره فوق النار حتى درجة الغلايين وغادي نضيفه على الخليط الاول ونحرق وغادي نرجعه الكسرول وغادي نحطه فوق النار حتى يرجع لنا كريمة عقدة يعني بها الطريقة اللي نحضر بها الكريمة باتيسيال غادي نضيره فوحل جيب حلواني وغادي نضيره على شكل حلزوني هاد الكريمة هاد الكريمة هادي إلا جاتكم تقيلها الكريمة يمكن لكم ضيفوا لها القليل ديال الحاليب ومبعد خديت هاد الحبيبات ديال الشوكولات وزوقت بهم شنك ديالي من الفوق على هاد الشكل هادا وغادي ندخلها الفران وغادي نسخن على 180 درجة وغادي نشعله لها غير ملتحس حتى الطيب وغادي نشعله لها من الفوق حتى التحمر إذا هاي مني خرجناها من الفران وهي باقي سخونة غادي ندهنها بالقليل من النباش يعني يستحسن أنكم درو هاد العملية هادي وشنك ديالكم باقي سخون وغادي نخليوها حتى تبرد تماما هاد غادي نحيدوها من هاد القالب هادا كما كتشوفو هادي النتيجة النهائية وغادي نقطع لكم واحد طريف كي يجيه شيش والديد نتمنى إن شاء الله تجربوه وتردو عياء الرأي ديالكم في التعاليق نتمنى إلى جبتكم هاد الوصفة هادي ما تنسوش تبخلو علينا ما تبخلوش علينا بالتشجيعات ديالكم وباللايكات ديالكم وهذا شكله من الداخل كي يجي عن جد لذيذ جدا والحجم دياله كبير يعني بيضة واحدة قدرنا هاد الحجم هادا مبقى ليه إلى نقول لكم أستودعكم الله وإلى فيديو قادم بحول الله اشتركوا في القناة